موسيقى شهد واربعة جرحة بقصف حوثي على حيس وانفجار لغم في ذوباب قوات الحكومية تحرر مواقع جديدة وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر في جبهة مقبنة غربي تعز موسيقى أربعمائة إعاقة للعمل الإنساني ومليشيا الحوثي تفرض قيودا على المنظمات الإغاثية موسيقى الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم أصيبة امرأتان وطفلة جراء قصف بقذائف الهون شنته المليشيا الحوثية الإرهابية على الأحياء السكنية في حيس جنوبي الحديدة واستهدفت إحداهن منزل المواطن علي سلمان الحساني دون مراعاة للشهر الكريم أو أدنى وازع دينيا وأخلاقي فعلت مليشيا الحوثي جريمتها المروعة في الرابع من رمضان بقصف مدفعي استهدفت فيه مدينة حيس جنوب الحديدة ما أسفرت عن إصابة مرأتين وطفلة نحن نتفطر على الأحياء من حبة تمرو وبينها مقالص المايل لها من قستل جاب الأولادة من هناك لا ماهر حضره مني يسعفها وابندان فوقهم سلشرة وسترشرة ونحن على الأحياء نتفطر عددنا وتفطرنا كمنا من الفقر كلنا نسي قطعتنا كلنا نسي القذيفة الحوثية الغادرة استهدفت منزلا يعود ملكيته للمواطن علي سلمان حساني وأصيبت طفلته ريماس وشقيقته تيسير وأخرى تدعى مهدي ياسين بإصابات متفرقة وصفت بالخطيرة وقد استهدفتهن القذيفة أثناء ما كانوا مجتمعين على سفرة الإفطار في جريمة تثبت مدى بشاعة هذه الميليشية وفضاعة مشروعها الدموي حصلت مساروخ المغرب والله ما عاد كنة ولا ركادن اللي هو يشغلون منها ما هو ذي ولا ميوت تتعامل بو ذي المغرب حلن شنفطور اللي عاد كنة ولا عمين المغرب حلن شنفطور اللي هو يتبع على بني آدم ذا زوال الأمة اللي بيت تحتا قعايد منها مرصصا بيوت حقانا هذي الشمات ما نقول نولي الأمر اللي ولا حدا استنظر حنا لرأسه مش يستنظر حنا الرأسه الفاهم اللفو ذا الحال وشي يقولوا والله حرام ون ولا استنظر حنا ون دائر داخل ولا حدا استنظر حنا منذ الرأسه أم من برأة كرسي ذو لك لنه مرضى ولا طاعة أمره الذي ربي شخوضهم جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان التي ترتكبها الميليشية الحوثية بحق المدنيين هكذا اعتبرها مكتب حقوق الإنسان في حيز وصفها أيضا بقريمة تضع الحوثي في دائرة الإرهاب والاتهام من خلال القصف المتعمد على هذه المدينة خارج العمليات العسكرية عسان بكر لقناة اليمن اليوم الفديدة كما استشهداء مدني وطفلته وأصيب طفله الآخر إثر انفجار لغم من مخلفات الميليشية الحوثية في مديرية ذوباب غربي محفظة تعز وقالت مصادر محلية إن لغم من مخلفات الحوثيين انفجر أثناء ما كان المواطن مجعلي إبراهيم وأبنائه يرعون قطيعا من الأغنام بجوار مدرسة الجعش شرق مديرية ذوباب وأوضحت المصادر أن المواطن مجعلي إبراهيم وطفلته سعيدة فرقال حياته في موقع الانفجار فيما أصيب الطفل أديب وهو نجل مجعلي بجروح بالغة وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بإسعاف الطفل أديب إلى مستشفى طباء بلا حدود بمديرية المخى لتلقي العلاج في الوقت الذي تم فيه دفن والده وشقيقته لدين قضايا بالانفجار وفي تعز تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع جديدة بعد مواجهة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا الحوثية غربي تعز جاء ذلك في هجوم نفذته القوات الحكومية على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في جبهة مقبنة غربي المحافظة وتمكنت القوات الحكومية والمقاومة من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة وسط انهيارات في صفوف الميليشيا وأسفرت المواجهة عن مصرع وإصابة 35 عنصر حوثيا وإعطاب وإحراق مدرعة بي ام بي تابعة للميليشيا كما شنت القوات الحكومية والمقاومة في مارب عمليات نوعية استهدفت تعزيزات حوثية في الجبهة الغربية للمحافظة أدت إلى تدمير آليات وأطقم كانت في طريقها لتعزيز العناصر الحوثية في الجبهات المشتعلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التعدي بالضرب على العاملين في المجال الإنساني وسرقة المساعدات وإنهاء استقلالية العمل الإنساني وتوظيف المساعدات لصالح المجهود الحربي أفعال قامت بها الميليشيا الحوثية وكثفت منها بعد خروجها من دائرة الإرهاب الأمريكي دعوات أمريكية عبر سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة لميليشيات الحوثي الاستجابة لاقتراح وقف إطلاق النار على مستوى اليابان وخصوصا في مأرب ودعت واشنطن لأن تحترم الميليشيات التزاماتها بمجيب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين نداءة واشنطن تأتي بعدما أخرجت ميليشيات الحوثي من دائرة الإرهاب والذي سمح بعسب سياسيين لها بممارسة الكثير من الضغوط خصوصا على الجانب الإنساني الذي عطلته ميليشيات الحوثي تماما في مناطق سيطرتها تقرير لمكتب الأمم المتحدة في اليمن قال أن هناك 369 حادثة تم الإبلاغ فيها عن قيود فرضتها ميليشيات الحوثي على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع تضمنت تأخير تصالح السفر ورفضها بالإضافة إلى احتجاز موظفي الإغاثة في نقاط التفتيش ميليشيات الحوثي سعت إلى إنهاء استقلالية العمل الإنساني بانتهاك البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مناطق سيطرتها وإصدار مجموعة من مطالبات الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود التأجير والنفقات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية وتدخل بشكل مباشر في عمليات التوظيف بنظام الإحلال لأفراد في مكاتب وقد تم الإبلاغ عن أكثر من مائتين وعشرة حوادث وشملت ذلك ما يقارب من واحد وعشرين توجيها جديدا تقرير الأمم المتحدة رصد وقوع أعمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني حيث تم الإبلاغ عن أكثر من أربعة عشر حادثا شملت الاعتقال والترهيب وغير ذلك من أشكال الإساءة لمعاملة الموظفين ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية الإحصاءات الصادمة تضع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في مأزق أخلاقي وآخر سياسي فالميليشيات الحوثية التي خرجت بالأمس من دائرة الإرهاب الأمريكي لغرض إنساني ها هي اليوم تمارس الإرهاب بعينه بل أن المداهنة الأمريكية منحت ميليشيات الحوثي نصرا معلنا وسياسيون يرون بأن مشكلة اليمن في تفاقم مستمر مقابل التغاضي الدولي وللحديث ينضم إلينا عبر الهاتف منسق الإغاثة بوزارة الإدارة المحلية يا جمال بالفقيه مرحبا بك مرحبا بكم أهلا بك إحصائيات صادمة لعمليات عرقلة الحوثي الجديدة للمساعدات الإنسانية أين المجتمع الدولي من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم السلام على سيدا محمد الرحيم الحييكم ومحيي شاهدين القرام وضيفة القرار طبعا الواجع الواجع أن الرد الحوثيين على رفع على رفع من دائرة الإخلاق هو هذا الرد الذي يرده للمجتمع الدولي بأن الورق الإنسانية التي تستخدمها الحوثيين باستمرار هي غير ناجحة بالنسبة لعدم حاسبتهم طبعا ليس الأولى وليس الأخيرة ستكون طالما المجتمع الدولي هو لن يقوم بأي إجراءات حقيقية من أي كرح جماح الفوثيين في عدم استغلال العمل الإنساني الغاتي بالمجمود الحربي أو كذلك لعدم إيصال المساعدات إلى حقيقية ما هي الإجراءات الحقيقية؟ للأسف الشديد المنظمات العاملة في اليمن بشكل العام هي التي رفعت التقريب بأنه عندما توجد الحوثيين ترفعها من دارة الإرهاب عندما استنفتها للخزانة الأمريكية هذا جعل من الحوثيين أنهم متمادوا في هذا العمل لأنهم لا يبالوا بأي اتفاقيات وأي عمل إنسانية وإنما عندما نتحدث عن المنظمات الدولية التي هي دائما تتكلم على التقارير يعني اليمن سؤالة هي بحاجة للغداء هي توجد بحاجة للغداء للحال الإنساني الموجودة دواتب بشبه بطوعة لكن ليس تصل إلى حد المجاعة التي دائما تتكلم عنها من نظامة الدولية بسحب أموال طائلة ليس تستخدم إدارتها في صالح المستعدات المستحجين نعم بعد هذا التمادي الذي تحدثت عنه من قبل البليشيا الحوثية هل تندم الخارجية الأمريكية على مدهناتها للحوثي تحت يافطة الإغاثات والوضع الإنساني؟ طبعا هي يفترض أن تعملهم في دارة الإرهاب من جديد وكذلك منساعدة المنظمات التي عاملة في اليمن التي هي باختصار هي التي ترفع التقارير بما يصابهم من عدم قدرتهم على إيصال الإغاثات الحكومة اليمنية والمناطق المتحررة تاتح درعاتها بجميع المنظمات للعودة إلى المناطق المتحررة وستقدم جميع التسكيلات لهم كذلك عدم تدخل في عمالهم الواجهة يجب أن نكون فيه ضغط شديد من هذه المنظمات وكذلك من المجتمع الدولي لإعادة الفروسيين في دارة الإرهاب من أجل سؤالا استفيد المجتمع الشعب اليمني من رفع معاناته من هذه المستعادات من أين أتت؟ لسه من أجل شعالها فطيطة أو من أجل ناس معيني جمال بلفقيم منسق الإغاثة بوزارة الإدارة المحلية شكرا جزيلا لك مستمرة للنشر فيها بعد الفاصل المجتمع الدولي يتوافق أخيرا على إعادة الاستقرار إلى ليبيا اشتركوا في القناة توافق المجتمع الدولي أخيرا على إعادة الاستقرار إلى ليبيا مؤكدا أن الأمر مرتبط بأربع قضايا مركزية وهي نزع السلاح وتفكيك المليشيا وطرد المرتزقة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن يبدو أن المجتمع الدولي توافق أخيرا على إعادة الاستقرار إلى ليبيا وهو أمر مرتبط بأربع قضايا مركزية تتمثل في نزع السلاح واحتكاره على الدولة وتفكيك الميليشيات وطرد المرتزقة وعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن قرار مجلس الأمن الأخير وما تضمنه من بنود تتضمن الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سيرت بعدد ستين فردا للوقوف على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار حمل العديد من الرسائل السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية ويرى الليبيون أن القرار داعم للسلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لكنه تأخر نحو شهر من أجل حشد دعم دولي رغم تجديده في بعض الفقرات إلا أنه خل من صيغة إلزامية واضحة كما أنه قرر عدة مرات مسألة احترام عقد الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل كما هو مقرر والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة شدد على المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة الحقيقية للنساء والشباب في الانتخابات كما حث بقوة جميع الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير وطالب بالإنسياع الكامل لحظر وصول الأسلحة إلى ليبيا كما لفت إلى أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة ورحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد وشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة موتية لإجراء انتخابات وطنية نجحة مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والتوافق على المناصب السيدية على النحو المبين في خارطة الطريق نحو إعادة بناء ليبيا الموحدة وفي أخبار كورونا أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة في ثماني محاضرات وأوضحت في حسابها على تويتر أن 28 إصابة سجلت في تعز و7 في لحج ومثلها في شبوة و6 في عدن و3 في البيضاء و1 في كل من مارب وحضر موت وأضافت أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بينها 4 في حضر موت و3 في تعز و3 في شبوة و1 في لحج كما تم تسجيل 5 حالات شفاء 4 منها في حضر موت و1 في شبوة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 5770 منها 1119 وفاة و2209 تعاف وعالميا يقترب المصابون بفيروس كورونا من حاجز 141 مليون شخص ونصف مليون في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت لعودة عدد من الدول إلى تجديد الإجراءات وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكورو 19 وصل إلى 141 مليون و405 ألاف شخص فيما تجاوزت الوفيات 3 ملايين و26 ألف شخص ووصل عدد من تم شفاءهم من المرض إلى أكثر من 120 مليون و98 ألف شخص أعلنت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات الوقائية الجديدة ليجلي كبح تفشي بيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 280 ألف شخص في البلاد وبحسب الحكومة التونسية فقد جرى اتخاذ الإجراءات بناء على توصيات اللجنة العلمية ويبدأ سريانها الاثنين القادم ومن أهم الإجراءات الجديدة لمواجهة بيروس كورونا تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التربوية واعتماد التعليم عن بعد بالنسبة للجامعات وفي المنحة نفسه تم منع تجول السيارات والدرجات النارية من السابع مساء إلى الخامسة صباحا مع المحافظة على نفس توقيت حضر التجول بعد أشهر أمضاها ملايين الناس حول العالم يعاقمون الأسطح والمشتريات يبدو أن مزيدا من الأدلة الصاطعة طرحت على طاولة العلماء نبذت فرضية انتقال بيروس كورونا عبر الأسطح فقد جمع ستة خبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا أدلة ثابتة وقوية على أن الفيروس المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 ينتقل في الغالب عن طريق الهواء وليس القطرات أو الأسطح أو غيرها وفق للتقييم الجديد الذي نشره الباحثون في مجلة الأنسوت الطبية العليقة أوضح خوسيه جيمانز الكيميائي في المعهد التعاوني للأبحاث في العلوم البيئية وأحد المشاركين في الدراسة الأدلة التي تم جمعها حول انتقال العدوى عن طريق الجو ساحقة بينما الأدلة التي تدعم انتقال القطيرات الكبيرة تكاد تكون معدومة ودعم نظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة العامة الأخرى إلى تكييف وصفها لانتقال العدوى مع الأدلة العلمية الجديدة بحيث يتم التركيز على الحد من انتقال العدوى عبر الهواء وفي النشرة أيضا وساطة قبلية تنجح في إطلاق عدد من القاطرات تحمل مشتقات نفطية في مارد اشتركوا في القناة وزعت الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية وجبات إفطار في مخيمات نازحين بمديرية موزع التابعة لمحافظة تعز وذلك في مناطق الهاملية الضرغم الضميرة العشيرة العودة ويستهدف مشروع إفطار الصائم أكثر من 2500 أسرة بمعدل شهري 72 ألف وجبة وخمسمائة وجبة أيضا تشمل مخيمات النازحين في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز إلى جانب أنشطة لاحقة خيرية بينها زكاة الفطر وكسوة العيد في أواخر شهر رمضان منذ قريات عودة والعشيرة وقريات الضميرة المخيم النازحين استقبلنا في هذا اليوم السبت المقاومة الوطنية لتوزيع مشروع إفطار الصائم فتم التوزيع اليوم في هذا اليوم السبت على جميع المخيمات في هذه المناطق نشكرهم شكرا جزيلا تواصل الميليشيا الحوثية افتعلها أزمة المشتقات النفطية والحكومة اليمنية تجدد اتهامها لميليشيا الحوثي باستخدامها الملف الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أزمة مشتقات النفطية مفتعلة ومتواصلة تفتعلها ميليشيا الحوثي هذا ما كشفه تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أكد وصول 276 ألف وخمسمائة وثلاثة أطنان المترية من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة خلال إبرير الجاري وأوضح التقرير الدوري الصادر عن المجلس أن هذه الكمية المستوردة تلبي الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية لفترة تزيد عن عشرين يوما لكن هذه الكميات تستقلها الميليشيا للمتاجرة بها في السوق السوداء لتحقيق الكسب المادي على حساب معاناة المواطنين وهو ما تسبب بحدوث أزمة خانقة في محطات التزويد الرسمية خلال شهر رمضان المباركة المجلس الاقتصادي أفاد إن 65856 طن تم توريدها إلى المواني المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءتها بسهولة ودون أي مشاكل التقرير أكد إن 70% من كميات الوقود الواردة إلى اليمن خلال هذه الفترة تم نقلها برا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وبمتوسط يومي لا يقل عن 12 ألف طن متري تستحوذ الميليشيا الحوثي عليها لتعزز بها السوق السوداء التي تديرها في المناطق الخاضعة لها ويؤكد اقتصاديون إن الميليشيا الحوثية تفرض زيادة في أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لها بنسبة 150% وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية لتجار الوقود وتشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ عدة أشهر والتي تبرر هذه الأزمة بعدم سماح الحكومة للناقلات بالعبور إلى مناطق سيطرتها الحكومة أكدت سمران الميليشيا الإرهابية في افتعال أزمة المشتقات النفطية والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومدية إضافة إلى استخدامها الملف الإنساني كورقة لتضليل المجتمع الدولي وتنفيذ السياسات الإفقار والتجويع المنهج بحق اليمنيين للحديث ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي فارس النجار مرحبا بك الحكومة اليمنية تؤكد وصول كمية كبيرة من المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الميليشيا لماذا تستمر برأيك الأزمة في صنعها مع وصول كل هذه الكميات حقيقة هذا هو العمل اللي يجعب في الجماعات الإنسانية بشكل جائم على استخدامها لخلص أرامات الإنسانية وخلص مكاسب من الشراء السوق السعوداء من المعروف حقيقة من الجماعات الإنسانية خلال الماضية بعد أن قامت الحكومة وصنى القرارات الإنسانية بضبط عملية ثورية المشتقات النفطية عبر الموانئ الحكومة الشرعية ومن ثم مقلحة ضررا إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحكومة اليمنية عملت بشكل كبير وليس أرأي عمنا أتكرنا فقط لما تم نقله فقط إلى مناطق الحضور خلال فقط بغضع القاومة فالأول من سخر إبريد فإنما تبعين ثمية من ثمية الوصول التي استوردت الحكومة الشرعية فهدت إلى مناطق الحضور وارك وعشر أمس بام متر في اليوم إلا أن الجماعات الحوضية عمدت لتستاهة هذه الكميات وضيعها بالسوق السوداء الهدف الرئيسي من ذلك هي خلق المكارسة الوضاعفية وحسب التقائم الاختصادية فإننا نستطيع زيانا تتطربها للمشيئة الحوضية على سعر الوقت خلق لها بالمئة وخمشين كميحة وهذا معناه أن الجماعات الحوضية تستطيع هذه الأزمة حتى تستطيع تخلق مكارسة مالية كبيرة دون أبداً من الاستراف من أحتاجه المعاقبين اليوم عميز القائمي تشوح حقيقة لأن الجماعات الحوضية والرهابية لا تتفكر إطلاقاً سواء بإختلاق الأزمات وبتكون فروا إستشادية وفروا مالية لها فقط لأفراث من الجماعات دون أبداً أن يستطيع من الحالة الإنسانية أو حتماسة المعاقبين ثابتاً عندما تم الاستفاق وفروا إختلاق الضروري أموال الضرائب والجماعات والشباب المشترك في البنك المركزي ما هو عملت الجماعات الحوضية هو أنها معدق السبعين مليار المتواجدين في البنك المركزي ولم تسمح حتى للمبعيد الأمم بالرقابة على كل الأموان فهذا يضعنا أمن حقيقة بأن هذه الجماعات لن يعني سواء كالك الاستفاق أي رجال يتتعمل في البنك المتواجدين عندما كانت سابقاً يكون توريد المشتركات الاستفاقية عبر المناء الحوضية وهنا يجب أن تشير إلى أموات أربعين شخمة ثم تخولها إلا ميناعة يعني إلا ميناعة يعني إلا ميناعة أكثر بطمع من المبعودة كيف السؤال الذي يصبح مستوى أي ميناعة التي هي عطاها هذه الأشكل إن أسف قامة الجماعات الحوضية يباعد السوق السعوداء ولم تستع ريالاً نعم وهذا يباعد عمل حقيقة بأن عالي جماعة تستقل كل المنصات هذه فقط لتبقى أموال خاصة بها دون أبداً بعيداً 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 نعم فارس النجار المحل الاقتصادي شكراً جزيلاً لك الحكومة اليمنية تطلب الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لدعم الكهرباء ووساطة قبلية تنجح في إطلاق عدد من القاطرات التي تحمل مشتقات نفطية في مالب جولتنا الاقتصادية نستهلها بشأن المحلي حيث قال وزير الكهرباء والطاقة إن اليمن طلب الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لدعم الكهرباء في المحافظة المحررة وبين الوزير أن الدفعة الأولى تقدر بـ 54 ألف طن من الديزل و 25 ألف طن من المازوت وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تم تسجيدها مقدماً مع ضيبة القيمة المضافة من قبل الحكومة وكشف أن المنح السعودية عبارة عن فارق سأل الوقود المستورد للكهرباء بحيث تشتري اليمن الوقود من السعودية بسأل السوق المحلية مضافاً له الضريبة البارغة 15% وتكاليف شحنها إلى ميناء عدن رفع القضاء القبالي بشكل جزئي الذي نصبه مسلحون قباليون في وادي عبيد على الطريق الرابط بين صافر ومدينة مارب بعد تدخل لينة وسادة محلية على خلفية مطالباتهم بإطلاق سلاح سجين متهم بارتكاب أعمال تخريبية وتسبب هذا القضاء الذي سمر لسبوعين وما زال في هزمة وقود غير مسبوقة في المحافظة ومناطق سيدلات ميليشي الحوثية بعد أن احتجز المسلحون من قبالي عبيد أكثر من 700 مقتورة محملة بمشتاقية النفط ليسر سالة دبة 20 لتر إلى 15 ألف ريال يشكو المواطنون في عموم محافظة الجمهورية من اتفاع أسعار الزبادي والذي وصل سعر الألبة إلى 250 ريال واصد مناشدة لتخفيض خاصة معازية السهلاكية في شهر لمضان المبارك يأتي هذا وسط غلاء انفحش يشتاح المحافظة اليمن في مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية بما في منتجات الألبان التي يتم السهلاك وبشكل كبير خلال الشهر الفضيل والتي تعد قوة البسطة من المواطنين شكو المواطنون في عدم ارتفاع أسعار وايتات المياه والذي وصل إلى 8 ألف ريال ويعاني سكان المدينة من أزمة انقضاع المياه بشكل مستمر واصد مناشدات بتوفير خدمات المياه والتي يزيد السهلاك خلال الشهر الكريم خصوصا بعد انقطاع مشاريع المياه بسبب انقضاع التير الكهربائي لساعات طويلة وأخيرا ترجع احتيادية نقد الأجنبي لأردن نحو 30% في الربع الأول من العام الجارية إلى 15 مليار و 480 مليون دولار مقارنة مع 15 مليار و 910 مليارات في نهاية 2020 ويعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة التي تعتمد على السياحة وخصوصا العلاجية شكل وباء كورونا عبئا إضافيا على الجيش الأبيض في ظل تدهور القطاع الصحي الأمر الذي دفع بالأطباء إلى القيام بواجبات تفوق طاقتهم الدكتورة فريال إحدى الطبيبات التي قررت المضية في المواجهة والتحدي إيمانا منها بأن الطباء مهنة إنسانية جليلة تقضي أغلب أيامها في العمل بين أريقة المستشفى الجمهوري ومركز العزل العلاجي رغم المخاوف المحدقة في يوميات صائم تبدأ الدكتورة فريال أحمد رحلتها الشاقة في الساعات الأولى من يومياتها تعمل على معالجة المرضى بالمستشفى الجمهوري وتخض غمار أصعب المعارك لتبدأ وبشكل طبيعي تستقبل الحالات المرضية في قسمية الطوارئ والعيادات دون كلل أو ملل هدفها الإنسان المريض وغاية أمانيها التخفيف من آلامه وأوجاعه منذ وصولنا للمستشفى في شهر رمضان مبارك أول ما وصل أوصل للمكتب أبدأ في طرحة غراضي لبس العمل نبدأ في كونكا قائم بأعمال المدير الفني المستشفى بقولة تفقدية الأقسام أيضا المرور لقسم الطوارئ رؤية إذا توقد حالات إيش المشاكل اللي يصادفوها إيش الحلول بعد ساعة من العمل اعتقدت دكتورة فريال أحمد حاجتها لأخذ قصة يسير من الراحة تجمع فيها قواها لتبدأ من جديد معركتها الأخرى في دورتها العلمية حيث تتقه صوب مركز العازل العلاجي لمصابية الموجة الثانية من كورونا وهنا تقع على عاتقها المسئولية المباشرة تجاه المرضى المصابين دون خوف رغم الأحداث الماساوية التي بلغت ذروتها في رمضان إلا أنها باتت جزء من عملها اليومي طبعا نحن في مستشفى الجمهوري التعليمي العام في تعز ومركز العازل تقريبا أغلب أغلب أيام شهر رمضان مبارك نقضي في المستشفى ما بين المستشفى نفسه وما بين المركز أيضا نتابع كل ما هو مستقد من ناحية البرتوكولات من ناحية الحالات أيضا نتابع كل ما ينقصنا أو ما يسترزم تواجده في المستشفى وفي المركز هكذا تقضي الدكتورة فريال أحمد أغلب يومياتها بين أروقة المستشفى ومركز العزل العلاقي في أصعب المعارك لأقوى الجنود وبعد انقضاء فترة عملها سرعان ما تغادر على أمل أن تعود وإن أنهكتها المعركة عواد الوهباني اليمن اليوم تعز حاضي أخور المكلة باهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح الذي وجه بشكل استثنائي لإنجاز هذا المشروع التجاري والاستثماري الكبير وفي العام 2005 افتتح رئيس الجمهورية الجزء الأول من الخور واحتضنت حضر موت فعاليات ومهرجانات في ليلة مشهودة تدفقت خلالها المياه إلى الخور بحضور رسبي وشعبي كبيرة اشتركوا في القناة مشاهدة تصاميمه صوب بحر العرب الداف وأصبح القبلة الأولى للسياح والزائرين والمتنفس الأكثر ارتيادا لسكان مدينة المكلة فعلى رحابه يجد الزائر فيه حلما بات بالنسبة للسكان شريان حياة نقل المدينة من بؤرة وبائية عازلة إلى شعلة حياة وحركة بشرية لا تكاد تتوقف يقع خور المكلة في قلب محافظة حضر موت بمدينة المكلة ويمتد طوله لقرابة 1500 متر وبعرض 95 متر ويرتبد مباشرة ببحر العرب في بيئة ساحلية بديعة حيث إطلالة لا يحدها أفق صوب الشواطئ الذهبية الساحرة مشروع يترام البعد على امتداط ظفتي الذي أحيى مدينة المكلة بجمالها الطبيعي وهواء شواطئها النقية الفريدة وبعد أن تحقق هذا المشروع شهدت مدينة المكلة ولادة حياة أنعشتها ونقلتها من وحشة العزلة إلى دينامية التواصل السكانية على المستوى المحلي والإقليمي وعلى ضفتي الخور تنتشر المنتزهات لتشكل لوحة جميلة تغازلها همسات الحب حظي خور المكلة باهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح وتوجيهاته الاستثنائية لإنجاز هذا المشروع التجاري والاستثماري الكبير وفي العام 2005 افتتح رئيس الجمهورية الجزء الأول من الخور واحتضنت حظر موت فعاليات مهرجانات في ليلة مشهودة تدفقت خلالها المياه إلى الخور بحضور رسمي وشعبي واسع جعل السكان من خور المكلة متنفسا لهم يقصدونه للسياحة والاستجمام حيث يتضمن أماكن للتسلياة ويتميز بطابع سياحي خاص تحول إلى محطة استثمارية كبيرة تجذب المستثمرين والسياح كما أن رقي أهل المدينة وتحضرهم كان أهم العوامل التي مكنت الخور من البروز سياحيا وثقافيا وبات بالنسبة للكثيرين أهم مقاصدهم التي يروحون بها عن أنفسهم ويقضون فيها أمتع الأوقات وفي الختام تذكير بأبرز العنوين شهيد وأربعة جرحة بقصف حوثي على حيث وانفجار لغم في دوباب قوات الحكومية تحرر مواقع جديدة وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر في جبهة مقبن غربي تعز أربعمائة إعاقة للعمل الإنساني ومليشيا الحوثي تفرض قيودا على المنظمات الإغاثية لقاءنا في الخمسة والنصب على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر